الوضع القائم لا جلسة لمجلس الوزراء حاليا ولا إمكانية للدعوة إذا ما صار فيه توافق وعلى ما يبدو لا جلسة لمجلس النواب كمان بهذا الإطار وبإطار مساعي لحل حالة الأمور والعودة إلى القانون والدستور وكل هذا بما أنه هكذا نروح على مكان آخر بالموضوع وهو الانتخابات النيابية فيه انتخابات أو ما فيه انتخابات قبل ما نروح على المجلس الدستوري والطعم خليني أقول أن التحضيرات اللوجستية أو التقنية بتشير أنه الأمور ماشي بهذا الاتجاه وأنه فيه انتخابات رأيي الشخصي أنا رأيي الشخصي عم بقول أنه فيه انتخابات وحتى المجتمع الدولي على ما يبدو عم يضغطوا معول كثير على هيدا الانتخابات لأنه حتى المجتمع الدولي بيشتغل على الأطعب هذا الموضوع المجتمع الدولي ما بيشتغل شفنا النموذج الفرنسي وشفنا النماذج الأخرى ومش اللي بناسبنا أكيد طبعا أنا خليني أقول انطباعي أنه مالا فيه انتخابات هذا شيء يعني رأيي شخصي إن شاء الله يكون فيه انتخابات على كل حال نحن هلأ بعد شوي منحكي كيف تكون تخضوه هذه الانتخابات مشكلينة مع الكل اليوم في جزء كبير من المواقف اللي بيخدها حزب الله هو تأمين أرضي للكن بعد ما يحكي عن شوية دهورة نزول يعني منيحة منك هذه شوية منيحة غير تقول صارعنا أنهيار كامل خلينا هكي يعني ما بنقول شوت لي بنقول شوية هكي دهورة أنه حزب الله كمان حريص على أنه يأمن لكم أرضي معينة لحتى اللي تشدوا ركابكم شوية فيها بالانتخابات تجي على موضوع تحالف بالسياسي في تقارمات وصلنا على النقطة الأساسية مع مين بدكم تتحالفوا مشتركين لكم صاحب هيدا الجبل حسام تحالفاتوا ولي جملات مع مين قوات ما بعرف مردة ما بعرف بتتقاتلوا بتتشابقوا بتكبوا رصاص على بعض تكون أنتوا أمل مثلا وبتروحوا وبتروحوا طيب يا عمي ورد وبتروحوا بس أنا بتتحالفوا على القطعة ببعض الدواير شو المشهدية اللي بنا نشوفها تقفوا ضد حزب الله وما إلى ذلك وتعطيل جلسات وما إلى ذلك ونروح بالدوار الانتخابية هل ما بعرف الجلسات اللي عم تقلني عنها عم تلتقوا مرتين ثلاثة عم تلتقوا انتخابات ولا عم تشتغلوا سياسي شو الوضع القائم هلأ هلأ ما في خليني قول مع الحزب مش عم نحكي انتخابات بالنسبة لنا في موضوع أولوي هلأ هلأ ببقية الأمور بطبيعة الحال نحن فريق سياسي عنده أكيد مرشحين ولخوض الانتخابات اللي جاية على المستوى الداخلي أكيد بلشنا عندنا مكاناتنا اللي بلشت تشتغل اللي بلشت تحضر هذا الواضح وانتخابات داخلية وما إلى ذلك بس على وضع الوطني على الموضوع الوطني إذا حدا نفكر هكذا شوية التوضيح أنه نحن قاعدين هايكي بالبيت وعم نلطم على خدودنا وانه ما عنا حدا وقاعدين عم نبكي وهي الخبار مين عندكم بيكون موهوم مين عندكم بكرة بكرة بتعلن هايدي التحالفات شو يعني؟ بتشوفوا مين؟ مين؟ هلأ إذا عم نحكي المنطق الأمور بيقول أكيد قوة لا دم للركاب أكيد مرادة لا أكيد أكيد وليد بيك أنه بالأخير سياسي ونشوف هايدي المشكلة بالأخير شوف نتعبر ونعمل نعبئة ضد بعضنا قادرين أكيد أكيد في أحزب خليني إليك الانتخابات ما معناتها أنت بتتعاوني مع ناس مية بالمية مثلك ولا بتكون بتكونوا طيار واحد أو حزب واحد أنت بالانتخابات بتعملي تحالفات بتعملي تحالفات مع ناس تقدر يتأمني أنت وياهم أكبر قدر ممكن من التفاهم حتى لو كنت تختلف إنت وياهم على كل شيء تختلف بالنظرة بتختلف بالسياسة بتختلف بالأهداف أنا ما قلت نحنا راح نقدر ولأنه بس المهم نوصل لا أنا ما قلت راح نعمل انتخابات بتحالفات مع ناس مختلفين على كل شيء لا بالعكس أنا قلت وفيه بلبنان أحزاب أو شخصيات أو وطيارات أو توجهات إذا بدك بنتشارك فيها قواسم كبيرة بعد ما بيانت أي صيغة من صيغة هلأ بكير تعلن هذه الأصص بكير تعلن في شيء مشغول وشبه منتهي حتى بس أنه أكيد لا أنا بهذا الموقع ولا الظرف بس أنه هلأ أمام معضلة حقيقي حتى اليوم من الموقف اللي يخدها رئيس طيار جبران بسي هناك كثير حلمات استفهم أول شيء محيط حاله هذه الفترة بتحسوا مش كثير عم يعمل هذه المعارك يلي بسميها أخصام ودونكيشوتية يعني ومعارك تعبوية ومعارك الشعبوية وما إلا ذلك والذهاب كسر عضب هلأ أولا مرة بيعمل معارك شعبوية تايت سلة هلأ أكيد ما بيعمل شي تايت سلة ما بيعمل شي تايت سلة أكيد ما بيعمل شي ما فيه من وراء النتيجة كينة سلبية وكينة إيجابية لا هو بيشتغل تكون نتيجة إيجابية مش زال في حدا بخربت أو بعض إيجابية لألوس لا لا بغض النظر إذا تكون سلبية على غيره وغلا لا لا مش مزبوط طيب اليوم عن جهب في موقف محمش ترجمة نانسي قنقر